سبور الموزيكا الأخبار وزيسة فام سمعك التصوير جو رمضان أخبار النجوم الفنانين نجوم الدراما التونسية باش يكونوا حاضرين معنا في وزيسة فام في برنامج رمضان معنا أسعد ردوشي يقولكم كن هر سبت استنونا في السهرية عسلامتكم مرحبا بكم الناس الكل صحة شريبتكم على وزيسة فام إن شاء الله السهرية الليلة معنا سهرة السبت كيف العادة من تسعى حتى نصليل مع الموزيكا والضيوف اللي بيش يحضروا معنا نمشي ونسمع الموزيكا أمينة فاخر في كوكتيل تونسي بعدش نسمعه سلطان حبك أمينة فاخر وراجعين هذا هو الجو التونسي وكنا نسمعه في أمينة فاخر وكنا زادا نسمعه في أمينة فاخر سلطان حبك ضيوفي وصله في سهرية رمضان معنا باش نعديه أحلى سهرية الليلة باش يكون حاضر معايا الممثل التونسي حمدي حدا مرحبا بك حمدي عايشك مرحبا بيك صحة شريبتك وتحية لكل مستمعين وزيسة فام حمدي حدا مرحبا بيك شرفتنا في وزيسة فام لأول مرة كيف كيف باش نلقاوه الموزيكا والجو التونسي والربوخ والزكرة زادا موجودة معانا اليوم قصبة هذي ورا زكرة معز ناي ناي هو اهلت الناي ونستعمل فيها ناعي أساس أنها قصبة ما هي قصبة معز ترودي مرحبا بيك مرحبا بيكم تحية الأهل الجنوب والنس اللي سمعوا فينا لكل تحية حب بكل عادة عاوضناهم على الجو وربوخ والشيخات ورمضانكم مبروك وجو نحلى جو مرحبا بيك ومش هتقدر تشد الكرسي صهري الليلة أكيد نتصور أنا مع القصبة والجور بوخي ظهر لي ما تنسي ما يقعدش إلى جانب حمدي حده ومعزة ترودين نلقى وزادة الممثلاء الشاباء التنسية يسر المسعودي مرحبا بيك يا عيشك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك وصحة شريبتكم ونسلم على العبيد ليسمع فينا الكرسي مبارشة ناس يسمعوا فينا في الجنوب في كل بلاسة في الجنوب مرحبا بيكم شرفتوني الليلة بحضوركم بيش نحكيوا على الدرامة التنسية بيش نحكيوا على أدواركم والسنة برشة برشة يظهر لي حمدي مسلسلات وطخمة درامية طخمة اكزاكتما وبرشة عرق وبرشة سبين وبرشة فحات فحات ع رمضان خليني أول حاجة معايا انتوما بيش نقول أنا اليوم ولينا نعيش بثورة درامية ولا لي منعشن المقصود بثورة درامية سا فيه كالكوزاني فما حاجة بيهة فما برشة انتاجات فما على كل لون يكريم يعني أبري كل واحد يلقى جو وليحب حاجات خفيفة وفما حاجات أغمق متعمقة أكثر من حاجات أخرى فما ينا بوغتو الليقو انفت لك حاجة بيهن رهنة يوسرا فما ثورة درامية ولا نفميش سني مريض حتى ثورة درامية مش بالمنطق الأعمال بمنطق الأخليق المهنة أكثر حاجة يظهر لي برشة ممثلين سنة تقلقوا منها وانتي واحدة من الناس يظهر لي تقلقت من الفيسبوك خاصة للكومنتارات اللي موجودة ما خاطر تعرف عليش بزاغ انه يوصل أختيست معني هابندستاتوك في نهاك كما حاجة بأول مرة رها في حياتي جملة خاطر رقبال كانوا الاعلاميين في تونس ما نحكيوش على البرة انه يتمني ويشريوا كلمة من عند ممثل يسيب في ممثل لاخر ولا يسيب في عمل لاخر كانوا يتمنى وكانوا يجريوا بشي يسمعوا فما بالك البرة البرة نتصور إعلاميين يصلوا يعطيوا لفلوس للممثلين بشوصوا يحكيو كلمة في عملهم هم ولا في عمل غيرهم وإلا في أصحابهم اللي هما أصحاب المهنة هذا حاجة بالنسبة للأعمال يعني فرحانة برشة إن أي عمل تونسي نشع الجوال لاخر دي جاء قلتها قبل نفرح برشة كيكون عنها تنوع درامي معناها بالحق مثال يعني بي معنا تدور تلقى حاجة أخرى تلقى قصة أخرى تلقى ممثلين تنوع هذا مهم ومهم جدا يوسرا المسعودي مرحبا بيك مش نحكيو بعد شوي على دورك في وردة وكتاب نرجع لحمدي حمدي حدا سنة شوفناك في الأكابر تتفي في الأكابر في دور رشاد دور جديد بالنسبة لي وذلك كان كان خيار اختياري ده غرفت دور في وردة وكتاب ورفضت دور في فلاشباك لخاطر حبيت نوري وجه جديد خفت لأدوار كما الشخصيات تعواليد وخالدي يلصقوا فيها سنة قررت باش نوري وجه مختلف في دور آخر في دور آخر قبل دور رشاد اللي هو دور صغير مش دور كبير أما مختلف تماما على الأدوار على السابقة وعندي زادة دور في بوليس تتشوفوه في الحلقة 25 كيف كيف دورت على رئيس عصابة حاجة فليمان كمبلتمن ديفيرن حمدي باش نحكيه وزادة بعد شوية على الدراما التونسية واللي ساير اليوم في التلافذ التونسية لكن أقبل كل شي خلني نسئلكم كيفاش رمضان أيامات اللولة كيفاش تعديت معاكم بالنسبة للممثلين نعرف الناس الكل يظهر لي تخرج في ساعة كما أنت اليوم بحثينا تمشي للإذاعات تحضر في البرامج والله سي توجوه رمضان يستدعوه أنا الحق من نهار لول لتع رمضان دجا استدعاتني إذاعة شقيقة يكسبرسي فيه من نهار لوليني أو نهار في رمضان بديت معاهم وفي أبقى كي نبدأ نموجود ونجم نتنقل حتى المستير نرسب تكون في إذاعة المستير دونك نمشي ومجبنا من واجبنا كممثلين باش نكونوا نكونوا موجودين ونجاوب على الأسل معز كيفاش رمضان كيفاش تعدي ميت رمضان صمت سنة ولا أنا ما أذكرش في السيزة مبتدائي ليومنا هذا أني فترت نهار حتى خلق رمضان ماشهر ماشهر أحكيني فهمة مهرجانات سنة في رمضان إن شاء الله عنا دورة مزيانة سنة ربي وفقنا إن شاء الله عنا مهرجان كنسة ربي نابل بنزرت تونس الكبرى عنا فيها شوية وزيارة شوية للشمال باجة تيبار ومعنا تقلون إن شاء الله محظر جديد أنا ومحظر خدمة كبيرة وإن شاء الله بالتوفيق معناها إن شاء الله ربي وفقنا أني نرضي جمهور بالعمل اللي نقدم فيه والخدمة خطر مخلي حاجات سكرية وخملة معندي أنا بش قدمهم جوست يشوفهم في العرض إن شاء الله إن شاء الله هي معز مرحب بيك شوفوا الصورة جديدة متاع صحيحة نغني بدوي ونغني الجول العروبي وكل شيء بعد شوية أعطينا أكثر تفاصيل مزال الصهرية ومازلنا مواصلين تتحذر لي حويجة على الطاير في اللاي باش نغنيوها وننسل كل مبعضنا ما فيها بيز الحمدي يوسرا كيفش عديت رمضان والله أنا مزلت من المعدل العلي الفان المسرح عملت المشروع التطبيقي التأليفي متاعي اسمه شامة مشروع التأليفي التطبيقي اسمه شامة حتى طب فيه برجة امثير اسمه شامة وتابعا نحضر فيه رسالة التخرج نهار الاربع إن شاء الله دعيولك الاربع الجاية إن شاء الله بكنا معك بكنا بشي دعيولك عايش بالنسبة كيفية عادية رمضان في الراديو مشيت الراديو يا فهم جاوهر راديو شيس كابة فهم مع حسيم بيه بيه عملت جولة 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 والأسئلة كانت متنوعة زيدا مختلفة مختلفة بشي لا نلقى معك اختلاف زيدا الليلة إن شاء الله بشتلقى الاختلاف حسب ما حكينا يسرى متخوفة شوية من ردة الفاعل معناها نتاع الإعلاميين والصحافة خطر أنا حسيت إنو نفس الأسئلة يسألوا فيها أنت خايفة من المسلسل خاطر لأنو تعرض لتهجم كبير قعدت خايفة من نقض ذاك كما لأ بر منش خايفة أنا منخاف من نقض بالعكس أي نقض مرحبا بي يسيخطو فما نقض يبني لكو فما نقض بناء فما نقض هدام ومعهم الزوز ما عندش مشكلة خطر يزوس نجم تجيوب عليهم كي عندك مرجعياتك الفكرية نجم تنجم تنجم تجيوب ما فما تنجم تهرب من نقض ما عادي أما المشكلة إنو نفس الأسئلة بيزا أخ ما فماش تنوى ما فماش إثرة هذي جزت شوية يمكن مذك إلي أحلو برجا يقول لك كيفش خدمت البخس ونجم تاعك مش ديريكت أو الميستدعك يقول لك كالي تدي ماش استدعم ودير تصوير معنا أنا لبسك كنت مرتاحة في اللبسة أنت كنت تمثل مثلات نجم تحكي على اللبسة والله خطر عندك ما تحكي فيها ديجا مرتاح كتبست الروج أنت ملمس شرور مرحبا بكم زي تصاريتنا متواصلة على وزيسة في رمضان معنا معز يلا خانبادلوا الجو ونضحكوا شوية ندوروا شنوش تغنينا شنو اخترت خانغنيو كوكتيل هكيا حكا باي حاجة ولا شنو تحب انت أنا نحبك تغني كوكتيل ومعك حمدي حدا قالولي يغني يا خاطر يلا كوكتيل مهدلي أنا خاطر مزتك تخرجت وحصريا على وزيسة فام كادو من معز ترودي الى أحلى يسرة إن شاء الله ذي هدية التخرج بتاعها كينا عملولها جاور بوخ ذايا وسمعني زغروت الأحلى يسرة مراري 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 اشتركوا في القناة 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 على مستوى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة الدورة. علش ما نشوفوش حمدي مثلا زوالي ولد حوما شعبية. أنا نحب نشوفوك في أدوار أخرى لأنك ولد مسرح ولد معناها ممثل خلينا نقوله مكش موديل معناها جابوك كيما مره وبرشة سنة برشة ناس دخيلة على الميدان لأنه مزيانه بقوز جابوه حطو يعرفي مثلا ما يعرفش هذيك حاجة أخرى متفاهمين الفاتنا القرار جسما على خديده سنة سنتجلت لغاية ذيك أني نوري راني قادر باش نمثل أدوار مختلفة وإن شاء الله قناعت وإن شاء الله نجحت بو أنا حسب الانتوراج وحتى لكومنتار سور فيسبوك أبارمان قناعت العباد ويعرفوني في الدنيا وصلت تقول لدو تفاعل معناها إيجابية؟ الحق اي حق جايو كو دي رتور ويعرفوني في الدنيا قالوا لي من كونيش نتصوروك نجم تمثل حاجة هكا ومعناها الشيخ على الأخر أنا بالسيكانس متاع كخيز دازم اللي يموت فاها رشاد في الحبس برش عباد منهم مرتي هوا اتي انكابابل باش يكملوا السيكانس تغصروا بها دونك أنا الحق نشيخ على الأخر أنو العباد جدت عليهم أني عاشوا القصة ولا عاشوا المشهد المشهد كان قوي أنا بدي كي مثلتوا فيزيكمان فرخت بعد ما ما أنا واحد انفت لغيكمبانس تعلموا مثل سي سي كومنتار متاع للقرب ماي سي سورتو لغيكمنتار متاع المتفرجين على فيسبوك ولا حتى يعرضوك في الشارع يحكيوا معاك فور ما سي سي سا لغيكمبانس حمدي حدا يعطيك الساحة مازلت متواصلة معنا في سهريت رمضان معنا معزي ترودي إليه بالسلفية والفيسبوك وماني شعرق معجباتك برشا يظهر لي والله بصراحة أني مش عودين اسمع فيكم أحب ندخل خوية سامحوني مكايفة أحب ندخل خوية سي 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 سترودي ولا شكونه بلاي كل نس كولت ماترو رئيس ونس كولت قلتوا في رئيس ونس كولاني وما قلت حالتواح فيكم تتراني أنا طو حمدي حدا قلت فيه ولا قلت فيس كونه والساسمه والاخر قلني عملي رئيس أخوي عملي كراكوز والله يا ربي سامحكم كان جيت آني موجود لا واحد فيكم أه الزراس ومش يقلت رئيس يقلت حتى رئيس مركز مش رئيس شعبا برافو معزي عديك الصحي ومغير ناية بلاش ناية معزي ترودي تقلت زيدة تبركال عليك معنا والله يا واحد خطر القرجومة بالخدمة بحق أحد شوية كنت قبل نقلت كل شي حتى الحيوانات كانت عندي هذه حاجة جديدة ما عارفو إيش فيك لا كانت عندي أنا حتى مونير أخوية عارفني كان دي ما يضحك علي الحيوانات الحيوان الناس ما نقلدوا بالوقت والله كانت مثلا جاجة والدندون والأحصار مدرشنية ستوت دندون برافو كانت ضربة دندون توا حلوة للمشكلة القرجومة وساعت تباركالله ما عادش قبلك كنت صغيرك ليا كانت زمارة محلو تطوعك القرجومة وتخلت أصوات الكل توا شي توا واحد دلاء ما تحلت القرجومة تاخدنا معزة رودي مرحبا بيك في رمضان معنا علق وازيسة فهم يسر المسعودي باش نحكيه معاك بعد شوية وعلى دورك في وردة وكتاب وعلى يسر كممثلة تونسية شابة جديدة وأنا نعرف وانتي تعرف وبكلنا نعرفه نمشي ونسمع الموزيكا شو نسمع معزة رودي واشي 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 هذه الغناية واشي 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 أحليلي يما الأصمر غايب مجاشي الأخوات الغايقة اللطف اللطف لأخوات الغايقة وكي مجيش لأسمر مايكي مجيش لأسمر يعني صاحبها فدت اخوات الغايقة عندها حق بعد معزة رودي مرحبا بعد معزة رودي مرحبا نسمع نبيها الكراولي في البريمة وسامير العقربي أنا عاشق يا مولتي نهديركم وما تبدلوش الموجة يرحم والديكم ما تبدلوش الموجة بارك الله فيكم واشا تشيخون الليلة شكرا نسمع الموزيكا وراجعين جو رمضان أخبار النجوم والفنانين بش يكونوا حاضرين معانا في وزيسة فام في برنامج رمضان معانا أسعد ردوش يقولكم كن هر سبت استنونا في السهرية جو رمضان أخبار النجوم والفنانين نجوم الدراما التونسية بش يكونوا حاضرين معانا في وزيسة فام في برنامج رمضان معانا أسعد ردوش يقولكم كن هر سبت استنونا في الصهرية ارجعنا لكم على قوازيسة فام الصهرية مازالت متواصلة حتى النص الليل ما تبدلوش الموجة برشا موزيكا ومعزة رودي باش يحفلها اكثر واكثر في اللايف ومعنا الليلة حمدي حدا يسرى المسعودي ومعزة رودي كما قلت يسرى باش نرجع لك انت باش نحكيه شوية على الدراما التنسية واش نحكيه خاصة على وردة وكتاب انت من الممثلات الشابة اللي ظهرت في مسلسل الوردة مش الوردة مسلسل الزوجة الخامسة كان فيها خالد هويسة وعديد من النجوم الدراما التنسية كنشوفوا الزوجة الخامسة زادة هو من المسلسلات اللي ماناش حدش ماخدش حظها ممكن اي مسلسل وقتا ما اخدش حظه ولي عدد اسباب منها الاسباب الامنية اللي صارت في البلاد وقتا ما مامشيش المسلسل بالقديجة في النص الثاني من شهر رمضان العبيد وليت خطر لي صار وقتا معنية موزة البراهمي وسبعة من جنود الوطن الذبح وضنك سي معنية العبيد معاش مركزة في الفن ما عادش مركزة في الدراما وليت مركزة معنية في الشاي اللي صار على خطر بالحق وقتا معنية مأساة صارت في تونس المسلسل ما مامشيش ماخدش حظه نمشيو الوردة وقتا بسنين نلقاوك تمثل فيه من الممثلين اللي بالحق انك دفعت برشا على المسلسل رغم انه الناس الكل يظهر لي اتحدث انه مسلسل فاشل اتحدث اتحدث لانه لا كلمة اتحاد نعرف نجمو نتحدث على حاجة ناشحة ونقولوا فاشلة مو كلي نجمو نتحدث على حاجة تكون فاشلة ونزيدو نغرقوها اكثر كيما زادا نجمو نتحدث على حاجة ناشحة ونقولوا فاشلة صحيح شوف صحيح واحد ما ينكرش معناها العمل فيه اخلالات ولكميلو لله معناها فهم برشا افلام شيركت فيه موسابقات عالمية وفيها اخلالات هذا حاجة ما نجمو شننكراها ما الحاجة اللي بالرسم اللي بتقلق انه عمل تونسي متاعنا معناها حتى صورتنا البرا شنو معناها تتسوق نوعا ما كالعباد من برا اكيد احنا عنا دي زامين في النجمو نقولوا في برشا بولدين كيرا ولي كومانتاغ ويرا معناها حاجة تأسف حاجة توجع مش بالكذب را فما حاجة تزادت فما حاجة ولا مبالغ فيها شنو شنو بش يقولوا معناه كان هذا منا فينا قاعدين يضربوا في عمل تونسي مهما كان العمل فيه اخلالات فانه يثمر ما حلاه كي نقرأ كومانتاغ وإلا نقد فيه ايجابيات وفيه سلبيات ترى هذيك هي الدنيا ما فما حتى شي يكون نيجاتيف حتى النيجاتيف يتفسر حتى النيجاتيف ونقولوا علاش ما المشكلة ساعات تلقى كلام بالحقد زابيه معناه وفما كلام نقد حتى كيكون النقد يوجع اما نقد مبني على قواعد فيه ينجم يخليك مرجاية تدرك الاخطاء اللي صار اكيد اما الحاجة بالحق اللي تقلق ومينيش معناه نحكي بالعاطفة اول مرة في حياتي من اللي انا صغيرة انتبع الدراما بصفة غريبة وانتبع الممثلين وشنا ويقولوا في اللي زانتغب يمطيحهم ما عندكش فكرة اول عام في حياتي الراش شي اللي شفته السناء شنو ريت ريت شي شي من عجب شي بالحق ما ريتوش والله لي ريتو بالحق كل شي تركز على وردة وكتاب كل شي تركز على عمل هذا العبيد اللي ما تفهمش واللي تفهم واللي تتكلم نلقى خلط كبير برشا ترى انها عملية ممنهجة لحكاية هي بينسور ممنهجة وظاهرة ولي وظاهرين على الاخر معناها فما برشا عبيد بالحق بينه على رواحهم ياسر اكيب تشوف برب كيف الهاكب شقول ممنهج ما برشا اكثر انه ولد ميدان اعمال منسحتش صحيح راو الكمالو لله ما فمي ما نقولش عمل ما فيهوش نواقس بالدرجة هذي اللي شفتها من ممثلين ومن اعلميين ومن ميدان فني كامل حاجة بالحق بزاق عليش احنا منحطوش اليد في اليد ونهزو بعضنا كيفاش انا نجي مثلا العمل فيه زميلي اللي هو حمدي حدا ونجي ننسبو ما بالحق غرافو انا كاختي اسرائيل المهنة راي اخلاق بالكل شيره الفن اخلاق فنين اتقال اخلاق المهنة اخلاق او لا تكون احنا باش نكونوا فنانين شنوه شنوه معناه كلام في الجريدة تلقاه بالرسمي ما يشدش ما فيهوش كيما قطلك نقد مبني على قواعد نلقى ديستاتيوش معناه اذا استيابتوا ديستاتيوك فناكا قداش عندهم من فان كيفاش نضرب زميلي في مسلسل اخي كيفاش نضرب مسلسل اخي اللي في كيب كامل هي فنية تبع الميدان اللي انا فيه حتى ولو ما نعرفهش و الا فيها عباد ممثلين نعرفهم اصحاب مهنة نثمروا عمل بعضنا خطر الكلمة بيهو تهز من مورال ممثل سيختون ممثل احساس ويما الناس طاحت في ديبريسيون وفنانين وممثلين ووصلوا انتحروا على خاطر وليت صورتهم على اللي فان متاحهم نوعا ما نقصد معناه بالحق وممثل احساس وكلمة بيهو تهز فيه نحكيو على دورك في وردة وكتاب كيفاش تم اختيارك في الكاستينج انا ما عملتش كاستينج انا يعطي الصحة انت يظهر لي عايتول كتول انا عايتلي طول على خطر شيفني في الزوجة خمسة صحيح ساعات معناه عمل مينجحش ما فما مخرجين ينتبهوا الممثلين ومعين حتى تاوزده مثلا كما قالوا هما اتخلوا العمل ممشيش وردة وكتاب فما مخرجين عام جاي معناه هما سنيه يتفرجوا عام جاي ما يقيموش مسلسل كامل معناه يقيمو كل واحد والعمل اللي يخدم فيه وانتي حاجة فرحتك يظهر لكي ما عملش كاستينج عايتلي على خطر الرول انا ديجا بوطولة ثانية خالدهويسة في زوجة خمسة بوطولة الأولى في الترتيب الجينياري كان البوطولة الثانية بعد في الملول هي زوجة خمسة كانت دور خديجة كانت طيبة وفي 13 حلقة وكانت عندها سر تخبي فيه في الحلقتين الاخريني تقلبت وليت غول معناه ميشان تعلق من الحلقتين اذوكم اللي تفرج فيه سيد احمد برجاب في الاخر عايتلي للرول مانيل خطر هو رول مانيل هي طفلة في وردة وكتاب طفلة شريرة طفلة نقمع على الوضع اللي تعيش فيه انت في الدنيا الشريرة خاتيني بالحق بحشان قلب المعبز انا خليتها باش تحكي حمد انا نحكي في المطلق انا جميل نجم نسميش اسماء من جبت حتى حد حتى قبيلك قلت معناه ما شكون ذاكرك انتي بالاسم ولا لا 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 اذاكرونيش انا روي يعني الرول صحيح طوينا في البطولة في جينيريك منيش بطولة مطلقة منيش بطولة مطلقة منيش بطولة مطلقة ما اوه هو انجم واحد روي تقيم على سيكنس وإلا سيكنس كو مفيه شبال حتى بغوغارت نجم تتقيم ما فهمتني ما ميلي ما اماش بدني حتى حد في اللي سن حتى كيني زدون يزيد سامي في بليزيخ قال بي محلول للنقد كي ما قوت لك ما نش حتى مشكلة به غول ما نيل هي طفلة عندها مشكل في في عائلتها شريرة مشكلتها سيرا على الطبق يترافي روحها ما نيعيش في في عائلة متوسطة عندها صديقتها اللي هي ساوسن تحب تعمل لها باشا مشكل عندها عقدة بنجموش نفهم الباكس ونجعلت على تسعة عشر حلقة بتجم تتفهم الشخصية مني اللي عليه شريرة وعليش حامل بغضة ذاية لصديقتها ساوسن وطعملها في المشاكل وعليش كارها للعبيد الكل وكارها حتى روحها إلا في في الحلقة الاخرى وعليش تعمل في المسلسل الاخر حلقة باش يعرفوا منيل وشخصيات برش عبيدي طبع كما قال للفنين حمدي حدا من المساجات اللي نجي على الفيسبوك ملي كومنتر فما نسقعد تتبعي نتاوى عندي سرقة الخاتم لسيم مصدق في دور عربية ومعها رانيا الجيبسي في دور كريمة مش نعمل لهم مشكلة زادة أوسي زادة حقدة على كريمة وعربية وعندي زادة مشكل معهم أوسي زادة بشو ظروف اللي في الحلقة الاخرى عليش نجي قلنا منتاوى عليش لا عبيد التاوى تحب تعرف الخاتم وين معنا يقعدين يتبعوا لا قلنا احنا مش قاعدين معناها في الديريكت تاوى معناها نجي بتحكينا احنا برك في الكواليس حمدي هميزلي قالي نحب ونعرف الخاتم وين يسر بالنسبة هذا هو لدورك في وردة وكتاب عمل الحمدي صرف عليه سوز مليارات واربعمية الوطنية عملت عمنا نعورة لهوية لولة والثانية وربح جويس والأعمال هذه محسوبة على الوطنية خلينا نقول الوطنية زادا في العوام من الأخرى زادا عملت عديد النجاحات عديد المسلسلات نلقا الزوجة الخامسة نحبوش وقوله فاشل لانه مدام فما ممثلين خدمة وناس تعبت وناس صهرت اليالي باش خرجت عمل متكامل باش يتعدى في رمضان ما نجموش وقوله عمل فاشل هي عبارة فاشل دجا كلمة توجع ومت تقالش نجموش تقول عمل فاشل تقول عمل ما لقاش نجاح المنتظر عمل مسش المتفرجين عمل كان تحت المستوى المنتظر تنجمو تقايمو بالاوديونس تقول عمل بان سيفريك ما فاماش تنجموكو ناس تفرجت عليه ونس ما تفرجتش مثلا لا معنى تقايم عمل بالاوديونس وأبخي من حق العبد باش يعجبوه ولم يعجبوش أما انك تستعمل كلمة عمل فاشل كلمة توجع معنى توجع لتكنيسيان اللي خدم مصباح للليل توجع للممثل توجع نفهمها معنى يوسر نفهمها يوسر على الأخر أما أبخي فاما أساليب أخر معنى مش أساليب فاما دوتخو تير موح نجمو يستعملون فاما ينوديونس انفت سيفريك كين تبعوا الوديونس كين صدقني ربي وردو كتاب إلي ماما دون التوب دي سمتع الأعمال قاعد فرش فيه دونك إنسان ديجا يزم واحد يرجع روحو يوسر معنى حتى مسؤولية خاطرية ممثلة أما ألا كانوا التقنيين والمخرج والكل ألا كانوا سبب بش العمل تعمل المسؤولين على الكاستينج أنا سمعت حتى نقض على الماكياج ونقض على تبج أنا ما تفرش فيه معنى نقض على الماكياج وحتى على اللبسة هيدوما الكل نومالما يراجع روحو يقول لك عاليش ما نشحتش شنيش حاجة خليت العمل ما ينجحش عاليش عمناول نعورت لهوى الهوى سيت يوم بروديكشون بريفة نجح العوامة لقبل كل نجح بسنا هذي سيت يوم بروديكشون لوكال وليد يضعب تلبزة ومنا شحتش لازم واحد يتسائل هذا هو فلوس الشعب أنا كنخلص فاتورة الضوء نخلص في بارتين خلص فيها للتلبزة دونك منحقي باش نتسائل ونرمالما العبادة ذوما يتحاسبوا مش محاسبة متاع قانون ومحاكمة يجبون ونقولوا شنيه كيس كينا با مخشيه شنيه الحاجة ما لازم يراجعوا روحهم خات سيفريك سوني با نغمال كي تحت زوز مليارات وثلاثة مية في عمل كيمنا هكا مع ممثلين اللي احنا نعرفهم كي نون بلو ده بروف أفير معناها ممثلين كبار معناه موش كيلي جايبوا عبيد قاعدين في قاه ويجا مثل معناه او نيفو ممثلين تبار كلا معناه عنا من أحسن ممثلين وشوفناهم في برش عمال أخرين وقلبه الدنيا اوه اهنا انا بيخسن مان شوف شوية لقتاتف خات كيم قوت لك نزابي ملول بش نشوف صحابي فاموا ممثلين بالفط في الادام تحهم خاتر نعرف قدراتهم موش مسؤوليتهم خاتر فاموا حاجة كل متفرج ميعرفهش والمتفرج هول الشد غير المتفرج العادي يتفرج يقول لي يعجبني ما يعجبنيش ويحكم عليك و و المتفرج التونسي ينجم كلمت وتجرحيك يقول لي لا. معرش يمثل. الحمدي موش معرش يمثل. ترى انه عامل الوقت ممكن ولا حاجة الزربة اللي يجي فيها المسلسل انه في ليلة ونهار يعيطولهم يقول لهم بيش تمثلوا في دور الفلاني. تصوير بيش يبدأ نهار الفلاني. دكتاب بالذات ستة شهور يحضروا لي. ما عندهم مش مشكلة متاع غسرة. قولي الاي كابر مثلا سيدغي تخسرنا. سامحني حمدي تعرف عليش خطر المسلسل هيدا موش ستة شهور. متاع حديش نشهر ماكسيمم خطرت نقصة برشا ببكود سيكونس. لاي ممثل انا انا الرول متاعي نقص برشا. مش كي ما خذيتو مش كي ما صورتو. متاع حديش نشهر بيش تخرجو بخدوي متكامل. ينشم يكون الخلل في السيناريو في القصة قبل ما يكون معناه قبل ما يكون في التصوير ولا في الممثلين. حاسم سمعت ديز انترفيو متاع انتخوت عاطف بن حسين واميل على وين. وغال بد او ويسه. كلهم قالوا كي يان بروبليم الو نباو. اف كتمب من المثلين ما يعرفوش يمثلو اما هو يتقرأ سبعين بالمئة من الكاستينغ غالط سبعين بالمئة من الكاستينغ غالط فيش انو مرتفلين ما تجيش رجل هفلين بنتو ما تجيش بنتو مثلا المثلان طفل هذيكا تقرف من عرشينا تكون صاحبة هذيكا ميركبوش على بعضهم هذا شي يقصد نتصور مش معني سبعين بالمئة ممثلين ما يعرفوش يمثلو ما يعني هو يقصد زادة حتى الممثلين سبعين بالمئة ممثلين الكبار معناها يعطي على خاطر هو سبعين بالمئة من تسعين بالمئة من الممثلين اللي في وردة وكتيب الكل ممثلين كبار واصحاب تجربة ثلاثين وخمستاشن سنين وعشرة سنين وثلاثة سنين هذا هو كان رأي عاطف بنحسير وعشرة بالمياج ضد معنا يعني شكمش قال لك أنه لا تتفرح في العمل ايضا تتحبين اتحبت أن هذا معناها رأي عاطف وخالد وعمل واصحابه يسمي بالكسبب ان يكون من الممثلين يوجد حقا معنا يعني الشخص الممثلين كما هو في العمل ونمثلين بأنه غير ممثلين لديهم كبار واصحاب يصنعوا على قسمه كما رأي عاطف بنحسير وخالد واصحابه أو عماية عمل هناك حسنا أن أصحاب الجميع كما تفرغ في المقاربين من العرصة ويشدك خطرة فما فما فكرة معناه لو كنتي إيماج ماش مشكلة لو في فكرة رأى وانتي قلت ما تفرشتش لا انا دايور ما عطيت حتى حكم عليه لا خطر على مستوى الافكار والقضايا المتروحة في برشا قضايا معناها تشد العبيد وقاعدين العبيد تتبع شنا وبيش يصير احنا يسر نتمنى انه الناس بما انه في اشتر ثاني دماء من رمضان ما زالوا 15 حلقة اخرين والعمل في 30 حلقة نتصور انه بش برشا ناس بش نمشي تتفرج في ورده وكتاب وبش تتبع المسلسل لانه عمناه زادة في نعورة الهواء واللي قبله برشا ناس تضلم نعورة الهواء من لونه ومبعض لقاه حظه وهذا اللي نتمنىوه احنا ان شاء الله من العمل الاكابر سناء الاكابر سناء حلقة اللون لا لا رأى عمل مش خاطر نخدم فيها رأى عمل جيدة جيد برشا ونتصور كمش تصير اعادة من بعد بشيخة حظه اكثر ويتفرجوا فيه في الوتي في زادة في لبنان احنا مهمتنا الهني مش ندفو على العمل مهما كان يعني متنجمش انك تطلع في اميسيون ولا في راديو وتقول العمل اللي انت خدمت فيه عمل كما فيش خاطر كلمة كما قال احنا منحبوش كلمة فيش نحبو ان شاء الله ديما اعمالنا درامية ناشحة نحبو نخرجو بالاعمالنا درامية خلينا نقولو من تونس مشيو البرا زادة كيف كيف كيما السناء الاكابر يتعدى في عديد القنوات الشرقية في سوريا ولبنان في سوريا ولبنان هذا هو شو نحبو احنا اعمالنا الدرامية خلينا مشيو للموزيكا يا معز معز مش لهي بالسلفية كيلا عادة سهرية والسلفية وجوك به شوش تغنينا خطيكم بدلولي سؤالات امم انا عندي سؤال يلا خطير في وردة وكتاب شنو تصنف روحك الوردة ولا الكتاب وكان الكتاب فانا صفحة ريت سؤالات ريت سؤالات اخوية ريت هو اقرأ وقرأ وتعلمو اخوية صحافة يلا وحلك ريتك وحلك وردة ولا كتاب كان وردة شنو لونها اه كان كتاب فيها ما صفحة كان الوردة بيضة خطر نحب الورد لا بيض بارشة امم كان الكتاب مش الكراء برسل الكتاب صفحة زيرو قدي مشكلة ما شرح نصول خطر زيدا عنز تفسير الشيفخ زيرو وتلقى عام الجاي ان شاء الله ان شاء الله يلا معز شنو مش نغنيم وردة نمشي والجربة يلا يلا هزي جوة بينا في الجنوب اه هاي خلينا في الجنوب موسيقى 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 يبكي ودمع تهمال يمال عطوف يبكي ودمع تهمال ناري 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 عالي عنده مدة مبان ناري عالي عنده مدة مبان تحت الترابة قصار ويناء 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 حلش الغنية عشق الزوالي كان اخر يوم كان يوم فلقا قلبي ودعت ودعت ودمع فلق موسيقى سيرت يوم الخميس عشية موسيقى البني في جربة وطل علي موسيقى وسيد علي الحقا في قرداني موسيقى 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 يا بابا يا بابا برافو معزد رودي هذيه اجواءنا وهذيه سهرتنا على اوازيسة فام مازلنا مواصلين معاكم حتى النص اللي ليعطيك الصحة عملتنا جاو في الستوديو حمدي حدا موش يشتح بالكل يسرى كيف عقلة كيميريتوها في المسلسل متحركتش من بلسط يسرى معاقبة معاقبة شبيك يسرى ليه بالعكس والله هنا هكا تبيعتك ليه والله عندي فيديوها راستها عندو ايه ليه بالعكس عملت جاو معاكم على الاخر ومحليك بالحق بغفو عملتنا جاو على الاخر والله صح يسرى نرجع لك نرجع لك خانحكيه شوية على ولد مفجوعة يسرى خانحكيه شوية على كواليس المسلسل كيفاش عشت التصوير كيفاش الاجواب معنى الكواليس السنية بغبو الزوجة الخامسة خطر وقتها شورت في شتيه معنى برشة عب على الاخر نذكر بكواليس سوفونير سارت في الزوجة الخامسة ملحاجات اللي نذكره ملحاجات اللي نذكره ملحاجات اللي نذكره موقتها نصوره في مارس وشتيه تصب على الاخر حسيل وخرجنا بش نصوره كل مرة بش نصوره سيكونس وقتها علي بالنور بش يجيبو له الامبولانس بش يخرجيه معنى مقتول بش يخرجيه يزو الاسبتاء كل مان جي نصوره تصب للمتر سيبوما ينهارلو للثيني الثيني الثرب جي معتين كمينين جي معتين كمين ولمتر تصب سفا تقص على الاخر كي نخرج ومصوره ولمتر تصب سفا تدخل ترنج تتقلق ما تلقع بيد يعني بحدي يقص على الاخر تقلق وغزرات مش هي وغزرات مش هي والسني بالحق ما طيبين محليهم بالحق هنا يد واحدة نس كل تحب تعاون ولي نعرفو انو حتى الامبيونس متاع التصوير تظهر على الممثل زي دا نتصور تتأثر على العمل زي تظهر كي تلقى ما تلقى اكيب متشنجة خلينا نقوله متشنجة تلقى يعيات وسيح ومشيكل والاخر معنى خزرت ومش في بلاستها وإلا ما ما يعاونكش وإلا ما فمش قيمة ولا مش حعملك في المسلسل اي بيانشو اخر فما برش ايضون لا انا متعاملش معاون في المسلسل الخطر انا بيعت ما معنى صفا مع العبيد الكل معنى نخلي نعرف كيفيش نشد العبيد ونخليهم يهظموني بالنسبة الدور منال السناء كيفيش لقيت روحك انت في الدور كيفيش انا الدور عجبني خاصة كيفيش تعاملت معا اسكو حذرت له ما حذرت لهش فما شكون وقف معاك باش حذرت له مديم خاطرين انا نقرأ في الزاد في المعد العالي في المسرح دونك عندي دي تكنيك نخدم عليهم فمتا اكزامبل من تحضيرات الرول تخدم على ذكرى الانفعالية ذكرى الانفعالية اللي حكي عليها سانزلافسكي ساعات الناجم تحط روحك في البيخصوناج اكزامبل بش تخدم مانيل وقتا في التوناج تقول اينا مانيل تحط روحك في البيخصوناج ساعات تخدم بالذكرى الانفعالية تقول اينا مفكين صار الحكيه هذي قبل لو هو في كتاب سانزلافسكي قولك لو السحرية لو اينا جيت في البيخصوناج هذي شنو كنت نعمل ولو اينا صارت لي الحكيه هذي تاوه لي بش نخدمها تاوه في السيقنص هذي صارت لي شنو وعملت دونك فما هذه التكنيك فما تحذيرات بيانسوغ لازم الممثل يكون يحاضر للدور متياه هو الرول في اش عجبني اعجبني على خطر مهيش مانيل والخدمة متاع البيخصوناج ما تظهرش على المستوى الحيواء تظهر في اللي غيماس في اللي تخيمتاع في الجو متاع الوجه كيفاش تخزر شنو واللعبة بالعينين معنى النقمة والشر والغيرة الكلها في العينين مش في الكلام سيحسيتها حاجة جديدة ومزيينة بارش في كيما مثلا في بوليس غل معناها الطفلة مع هاكا جروب متاع ولاد كيفاش تكون قوية وية أقوى منهم ما فاميش ليه هو بوليس عمل محترم ومزيين بارشا ونحايا مجد اسميري على المجود اللي قام به او ما فاميش في بوليس البرسناج اللي نتمنى البرسناج متاع ام فام تكون قوية والخدمة الكل في الرجار في ماشيتها في البوستور متاحة في الكمبوزيزيك متاحة وفي الرجار هي وجهة جندوبة دواء كماما كي دخلت دواء في بوليس دخلت دواء في بوليس كذايف تشرف معناها في ثلاث حلقات جوكوة اي اما دخلت لفامك اخت وفرضت روحها ومحليها معناها الحق اعطاك الحقية لا اما هي معناها في الكوميديا نحكي على دور الدرامي في السلسلة الدرامية جو رمضان اخبار النجوم والفنانين نجوم الدراما التونسية بش يكونوا حاضرين معنا في وزيسة فام في برنامج رمضان معنا اسعد ردوش يقولكم كونهر سبت استنونا في السهرية جو رمضان اخبار النجوم والفنانين نجوم الدراما التونسية بش يكونوا حاضرين معنا في وزيسة فام في برنامج رمضان معنا أسعد ردوج يقولكم كن نهار سبت استنونا في السهرية إن شاء الله موثقة بتباعة يسر إلى مسعودي إن شاء الله تجي أعمال مزيت صغيرة ما عنديش حتى مشكلة إني قدم بشوية بشوية فما عبيت تطلع من اللول قلت ودي جاه مع حسين في كابة فام مش حكيت تنسي ذي كحاجة أخرى هي ظهر تمثيل ظهر أبار قرية أبار موهبة هو ظهر من عند ربي فما ناس تعمل عمل تطلع به من اللول وفما ناس تخدم 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 ومبعد تضرب لها في الفاند كارير متاحة وصارت البرشة ممثلين وهنا قاعدين معنا يروا فيهم ومتي تحب من اللول واتحب من الأخر أنا اللي قدر به ربي أنا معه حمدي حدل أنا مزيت ما فرد بسلي بالنسبة لحمدي أنت موجود عندك قديش ولد مسرح كما قلنا وعندك عديد الأدوار لكن حمدي لتول شفناك في دور بطولة ولا دور أنه أشد عند الناس برشة صحيح صحيح؟ بو مزلت ما أنفت أنا عندي أفانتاج كبير له مع الأسف مش الممثلين عندهم الأفانتاج هذا أنني معنى تمثيل مهنة الأساسية عندي خدمة أخرى دونك دونك خطر عمال ما نجحتش بكل دونك قول أغوز ما ما مقبلتش دونك ما نيش مزروب دورك في وردة وكتاب لا وردة وكتاب قلتش فرحت أنك مقبلتش؟ لا ما نجمش ما فرحتش وما قلتك أنا متفرش فيه وردة وكتاب دونك أنا طوى قاعد نسمع في الردود الفاعل قاعد نشوف في في اللي شيفر متاع وردة وكتاب يعني يخليه يشوفوا بالحق عمل ما لقاش النجاح المنتظر في الحجم متاعه أما ما نجمش قول ندم بس كنا ما تفرش شفيه دونك وكان خيار مني معنى علش ندم معنى أنا جي شوزي وكي قاعد معا سيبرجم ممكن نقبل ما نجمش تسئل ندم على خطر هو اختار يتحمل مسؤوليتك لأنه الفنانة والممثلة أمال علوان هي زادة من الناس اللي صرحت وقالت أنه مانيش راضي على الدور اللي قدمتو في وردة وكتاب مثلا ماش راضي هي كأدام تحاول ككيفاش الصورة لوصلت للجمهور خطر فما روفما حاجة مش عن أدام تاحة بقدر ما أن المسلسل ككل معناها أسمع شمتوه واثحين معناها خطر تسير وأنا صارتلي قبل في السينما أنك تقبل سيناريو وتقبل شخصية وتبدأ تشرع في العمل وتبدأ في كما قالت يسرى بكري تبدأ في تبدأ في سوف كبعد أنت كممثل كاملت خرجت من البلاتو لم يكن لديك حتى سلطة أعلى بشي جيم بعد نجم أنت عمل تعمل كبير ياسر وتنجم أنت خدمت حاجات ما صارتش قبل أما بعد في المونتاج تعرشت وش يعمل لك نجم في المونتاج يكسر لك الخدمة والكل يتيح فتفات معناها روء الممثل معناش مسئولية 100% عالعمل ككل ونجم حتى تعمل سين تعمل سينك بريز أنت فما واحدة بركة باهية في المونتاج وش يختار لها ماش باهية معنا ما مكش مسؤول عليها دونك سين سنعاقب سنعاقب على كلمك فما ليه منعاقبوش ليه بالعكس هو نحب برشا نحب أعماله رب يفضلك حاشا الله رب يزيدك مزيد من التألق والنجاح جمعين كثير من الورود في هذه الساعة لا يزال كتاب يعني بسعرفني لينة منش مشان الكتاب عن وسط فما حاجات بالحق في مدى دي تايم يعرفهم ش العبادر وإحنا في قبيهم للأصحاب المهنة الممثل يطلغ الممثل الممثل ساعات إنك تتفرج تقول لها وما أخوني فيه في دي بلان يظهروا لك لك خيمتاعك يظهروا لك خدمتك ساعات نتفرج هنا في خدمة عب تلقى إجزامب سيقنص متاع حد ميت له قريب تلقى يخو فيه منعرشنا بلانتاي والأخون يجب أن تظهر وجوه تلقى يخدم مليح مليح وفرحان يستنى بشي شوف خدمته ومبعد يشوفها ما تمشيش كلها مثلا السيقنص اللي خدمتها توا العبيد مثلا في تورناش قالوا بغافو بشتظر بشتنجح تلقى يستنى ما وبعد يجي يقى ما تضربش في المنتاج يهز ولا يطيح الممثلة كما لا تراك تلقى لا تراك فما ممثلين عاديين سامبل شنو يهزهم المنتاج ولي بلان تلقى تشدك معناه لماش ولي بلان تشدك مع الموزيك مع اللي زيفي متاح متقول ممثل تيارة أخوهم عمل حتى مجهود فما برشا خدمة مش الخدمة الكل على الممثل بتبيع على المخرج الممثل بعد الخدمة الكل بشتظر في وجه هاكم قاعدين تعاقبوا فينا بأسألتكم هما أحلى منهزوش كل شي يلا يسرى خلينا نسمعو الموزيك نمشي نسمعو جديد نور شي بايا مازري حل الببان تم إعادة الغناية هذه هي غناية من التراث وخصيصا من ولاية المنستير تحية الحمدي زادة وأهالي المنستير وشعب تونسي كل وبعدها مش نسمعو محمد الجاموسي أصلي الزين في العينين ومعزة رودي كيف العادة في عشقتك عشقتك معز منين هذه الغناية التراثية ولا كلامك أنت ولحنك الحرف عشقتك عشقتك قولنا الكلام يلا عشقتك يا نور العين عشقتك يا زين الزين حسبتك تعرفني سنين مشا في بالي جد علي نعرف نعرف يلا نسمعو معزة رودي في عشقتك كلماتي معزة رودي الحن الأستاذ الدكتور نصر الدين شبلي وتوزيع نيدر الشريف تحية لهم تحية للناس اللي خدمت الغناية هذه نسمعو عشقتك بطبيعة معزة رودي بعدها باش نسمعو كما قلت يا مازري حلل بيبان وبعدها محمد الجاموسي أصلي الزين في العينين ونرجعو نختمو سهريتنا في رمضان معنا وباش نسمعو معزدة في اللايف بعد شوية شنو بش تحذرنا يلا وانتي والمايسترو أمين الشريف نسمعو الموزيكا ورجعين ويرك معا برجعنا لكم على وزيز مزلت السهرية في رمضان معنا متواصلة كما قلت حتى النص اللي للوقت تزربينا يظل يا حمد ان شاء الله تعدد السهرية خفيفة على المستمعين جاو جابس حلوي وهوية جابس عجبني وصرتو معز حفلها نعم الغنية سماها النسمة الجابسية نسمة الكافية نسمة الجابسية نحبك تغنها نغنها نسمة الجابسية لها برجولية لكم على الاستضافة معناها وعلى الاجباء ما زميتاش اللي كلمته هنا بعد البريكة معنا فترش تنيها لا لا قلت عليها وانا ننسى انت نسى برشا صاحب شفاء معز وحمدي ويوسر زيدة وكية لها بالتليفون وليها بالسلطية يوسر المسالسة مازال مؤثر عليها ايضا مازال في الشقسية الشقسية بتاعها متكرش يوسر في الحلقة القبل الاخرة معز بنرجو نحفلوها نعم شوي ج satisfaction والجوا التونسية والموسيقى التونسية اي تالب مشو تغنيهم لا قبل كل شي يوفر عند ميلادها نهارالربعة الجاية كيف كيف زيدا نحب نهنيوها بالميموار بتاعها زيدا ايضا ها قدش تصورني اخو في الميموار قديم؟ انا نصورك ثمانتاش ونص سمعتوا يا فروفيتي خالكم ثمانتاش ونص لا انا راني عندي تكهنات صحيحة كما تكهنت البرشة ناسا كيف ازيت سسمو في راديو وصارت حقيقة دي في راديو شقيق في سوسة مع محمد الغذاب قلت فم أوليد السنة بش يضرب ضربة مش نرمال وطفل ما زال في دار وما في باله بحد شي حمزة الفضلوي حمزة راقد في دارهم لمشالة شارك في The Voice لا مال حد شي راقد في الدار يظرف انه مزال ما شاركش قلت لهم لوليدة ذاكة عنده مستقبل سنة ضربة عالمية حسيت روحي حسن احسن شارني عرفت لا بالحق وقلت لهم لوليدة ذاكة نذيف وعاقل ومحلية وعجبني برشة برشة ونسمعهم اللي هو ساغل من الأصوات اللي حلوة زاد الأصوات اللي حلوة وراو بش يضرب سنة قل لي شنوة عنده مشاريع قلت لهم عنده حتى مشاريع منعرف شنوة عنده بالضبطة احسيس يلا انتي احسيسك ترجموا اليومة في غنيت مبروك اليسرى اي تنسمعوا مبروك اليسرى مشالله يسرى ديما متقلقة مشالله نشوفوك فيه أدوار كبيرة برشة مايسترو ايمن وادوار البطولة علش لا احلى يسرى قلت مبروك تحية لها المعز ترودي واحلى مجموعة احلى ايمن احلى حمدي مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوي صرتنا مبروك 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 هالفرحة فرحتنا worالفرحة جمعتنا شو حلوه لمتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا غالفرحة جمعتنا شو حلوى دينيتنا مبروك 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 الفبروق فاحنا ديوسرا مبروك. ان شاء الله ديما متألقك اللي قد ناشحا. نساء الله. متش بشتغلق يسرا. 18 عام. ما تغلق الحساب. 18 عام. ونص يدرق ستشور. كنت ستشور تحت فتا. مجير. محسين لكم اللي عايشكم. بخلف مبروك. بش نسموه حاجة اخرى. بالقسم. بالقسم. المترجم للقناة 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 رعياني المترجم للقناة 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 في اللي حلمية ممكن زادة متعرش احنا بعد خمسة سنين وغيرين نعمل خطاب على الباب. على شلية ولا الفكرة. خطاب على الباب جنراسيون جديدة. يوسر انتي من الوجوه الجديدة والممثلين الجدد معناها تحب تخرج البره تمشي لمصر تشارك في اعمال درامية مصرية. نعم نيول مشيت لمصر وشاركت في سرية عبدين دور هو ثانوي النجم معناها جوشت حبيت روحت الهوني مش نكمل انا عمنا ولكمشيت دو زيماني حبيت نكمل نتخرج أستاذ مسرح مش كي نرجع غادي وكي لقيت معناها الحظ الكبير مو ما نقولوش متطفلة على الميدان مو بش هاتي نجم نكون معترف بيك حالي نقول. يشهد عندها قيمة يعني كبيرة برشا ما حبي ما حبيش نكون يقولو هيك جاي من بلاد اخرى ومتطفلة ومو شهدت تحفظ لي الكرامة متاعي في بلادي مش بلادي ما انا نحب ننجح في بلادي اولا ونحب زادة تكون عندي توجهات في السينما علش ليه معناه هوني في تونس ومبعض واحد ينجم ينجم يمشي البراء والبراء رو مش حكاية مصر ولا شهرة حكاية انه الممثل روي نجم يتحط في اي بلاد ما الممثل اي روي نجم يقبل انه بش يقديه ويعرف الكاباسيتين بتاعه سواء في تونس ولا مصر ولا لبنين ما فمش مشكل معناه الممثل يتحط يعني انت مشروع ان شاء الله بش نشوفوك البراء على حسب انك شاركت في سرايا عبدين فيه يسرا وفيه عديد الوجوه المصرية المعروفة ان شاء الله معناها بشي تعرض عليك فيلم ولا مسلسل مش بش تقول ليه بش تمشي انا تعرض علي وما مشيتش بحكم قرايتي طوى قرايتي بشوف انهار الاربع نعرف روحي طوى السيبان طوى من الخطوات اللي مشيت فيها لازمني نعرف نختار تكون مركزة في اختياراتك لازمني نعرف نختار طوى ما معاش ما يكونش اختياراتي اعتباطية ممكن في الزوجة الخامسة ووردة وكتاب يظل ينادم على اختياراتك ماندمتش لا ماندمتش انا مزيت صغيرة علي بش نندم بالعكس لا انا اشوف اي واحد في الدلبيس لانك افكرت كلمة اختيار انه ان شاء الله من المستقبل معناه بش تركز في اختيارك تاوى لازمك تاوى اختيار تنضجت مش نندمش على حتى عملا نقدمه نقعدش ثلاثين سنين ونخلنا في اعمال يقولوا عليها انترا بارانتيس فيش لا انا نعتبرها مش فيش لا ناشا بالنسبة لك انتي ممكن مش فيش لا انا انا اول تجاربك جديدة تجاربك جديدة تجاربك جديدة اي واحد من الاول يكون عنده تجارب يقبل خطر نحنا في تنصر من نجموش نختارو راو دليل هيدا راو مع الناش ما ناشا عنا ستين عمال في العام معنا ثلاثة اعمال وزيت الدلل تقد غادي ما تخدمش حمدي حدا من الناس اللي مثلا انا عمل على روح وحيته اليومية اذيك يعرف منين يصرف ومنين يعيش لكن بالنسبة للتمثيل يقدر يقول له مثلا لنا ذكاء الممثل خلينا نقول ذكاء الممثل محلي ما قلت لك انا جي لا شانس معنا ستنلوكس معنا انا بيدي قلتها ستنلوكس اني منعيش من مهن الممثل حمدي بالنسبة بالنسبة برشا ممثلين علش اسألتك سؤال هذا وحكيت الحديث هذا لانو برشا ممثلين اليوم معاملين على المسرح ومعملين على التلمزة وحتي اللي زادة فهم وممثلين اخرين يغدات ولا يعيشوا من مهنة اخرى كما محمد علي بن جمعة كما ليعيشوا كان من المهنة دي كما بترق اخرى سمباح لك فاكرتي باش ما تتفهمش اطخمو اي انسان في الدبو كارير متاع وراه باش يختار باش يقبل وينا مزاد صغيرة اكيد باش نقبل مبعد انسان باش يكبر في العمار باش يكبر في النظر في التجربة باش يولي يختار العمل اللي يلقى روحه فيه هو ناجح مش العمل ككل ناجح انا بدي في بداياتي كنت نقبل خاطر من عرش قبلت برش حاجات وكنت خير من اليسرى فاكنت فاما حاجات قبلتهم وندمت عليهم ندمت عليهم معناها قلت لاني مكرنيش مطل ندمت على الخطر عمل خاطر لكندسيون الخدمة خاطر حتى الاماج متاعي معجبتنيش خاطر عمل ككل معجبنيش ندخل في البروفيسيونيال اكثر حمد انتي معا انه الممثل يخرج البره يمشي لمصر ولا لبنان باش يمشي معا ولا ضد عاليش ليه معناه عاليش ليه معناه كان جاتوا فرصة باش يخدم البره كل واحد طموحاته مثلا انا ما نتمحش باش نخرج البره انا ما عنديش ماشي طموحاتي انا بالنسبة لحب نقعد في تونس لو جيتك عروض البره بتخرج ولا متخرج جايك داورن لا يجيني داور نخرج اما باش نخرج باش نعملها بلانت كاريير ونمشي للمصر مثلا ونعمل شهر انا باش كوتش وتعلوغه ومبعد نبدأ نعدي لكاستينغ وكلم جاتني معناه فرصة موجيتني فرصة انا بوقتها هن صبر ينحكي معاه قلت لي حمدي البروفيل متاعك نجو من ينجح الاخر في مصر عاليش مجيش للمصر وقلت لما ما عنديش مانيش دان سو بروسسس انا ما قاعد في تونس ويجيني مخرج يقول ايراني عندي رول ليك في مسلسل الفراني نمشي نختمع روحي روح حكوهو مي باش نستقر في في مصر ولا في في الاردن ولا حتى في في امريكا لي معنا ماش من من خمام شايا بخي جميع جميع من عرش على الدنيا قدوة بالك الامور تتبادل اما هو العبد حتى من تونس ينجمي يخدم عنها تغناسيونال تو انا بالكارير صغيرة اللي عندي اخدمت في فيلم الماني اخدمت في فيلم تالياني خدمت في 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 فلم عربية معنا فما عمل من اعمال مديح بالعيد في رار من كارتاج تعدى في قناة العربية شافوه اكثر من ميتين وخمسين مليون متفرج يعني شيء انرم دونك خدمت بيانتو عندي فيلم بشي يخرجوه أول تجربة في السينما تونسي وفي العالم تجربة تونسية سينية الفيلم المخرج تونسي شي تفرشيو فيلم بشي تعرض في السين مثلا وانا قاعد في تونس دونك معنا صورة صورة الممثل تخرج البرغ غير ما يتحركوا ولا ما يتنقق معناها سي أبخي كل واحد واسنية زادة برشة عرب باش يشوفوك في الكابر في عديد القنوات التلفزية وهذا حاجة تحتسب لنا كاتوانسا لأنه أول عمل درامي يخرج للقنوات العربية ونتفرج فيه وخاصة نحن كاتوانسا نشوفه مسلسل تونسي في تلفزة كما النيو تيفي على حسب ما نظن المسلسل قاعد يتعدى ويتعدى في او تيفي وان شاء الله ان شاء الله الاعمال الكل تونسية تولي تتشرى وتخرج البرغ وهذا يعاون الممثل ان شاء الله اللغة التونسية تتعدى خطرة ديما ديما دي هو الحاجز ديما نقول واحنا الاعمال متاعنا مش قاعد تتباع على البرغ خطرة برشة عبان ما في موش لغتنا سوكتوكو احنا نستعملوا برشة كلمات فرنسية في الديالوج متاعنا دونك حتى اللبنانين تحية لهم إلي وجوال كي جاوا باحدين التونس تعبوا شوية من اللول بش يفهمونا امام بعد بووا يسلوكا لكي كلمة هذي شمعناها هذي شمعناها وكي ما احنا فهمناها ومو ما فهمونا معنا شوية شوية مجهول شوية نجل نوصلون نفهم بعضنا وصلنا لختام سهريتنا بش خليكم كلمة الختام معز نحيلك السلفية ونحيلك التليفون والفيسبوك كلمة الختام معز يرا انا ديما فرحاني إن شاء الله إن شاء الله ديما عاملين جو إن شاء الله تونس في خير ورمضانكم مبروك وعيدكم مبروك ومعا معز تلودي مش هتقدر شد الكرسي معز يعطيك الصحة شرفتنا فيه وزيسة فهم يسر مسعودي مرحبا بيك لأول مرة ومش آخر مرة إن شاء الله كيتمشي لمصر تمشي شي ما عاش تجينا مستحيل اللما هذي والصهرية هذي ما تلقيش لا في مصر لا في لبناء جاولنا التونسي قدسنا سبونتاني هكا مبعضنا محلينا مغير جواندويت مغير حد شي حذي حاجة فرح برشة نسلم على أهلي جيبس نحبهم برشة ونقولوا لهم إن شاء الله نتمنى نهار نقدم لكم دور هكا باللهجة الجيبسية ما لازمها ببرشة خدمة وميخصي على الانفتاسيون وإن شاء الله كما قلت مش آخر مرة ومحليكم الكل وإن شاء الله ديما منورين حد مرحبا بيك أنت زاد لي أول مرة على قوازي سفين وإن شاء الله مش آخر مرة عايشك بقى نشكركم على الاستضافة ونشكر أهلي جيبس على الاستقبال أنا عندي برشة أصحابي جويبسية مشيت برشة مرات الجيبس وجنوب الكل عنده طابعة خاص الحق أهلي جنوب معروفين معناها الجمهورية التونسية لكل زادها محلاها الحق بحكم خمتي نتنقل ياسر في الفجهات في تونس وكل مرة نكتشف كنوز في النطاق الإنساني معناها فما بالحق التونسي طيب من طبعه جوست هكا نخزروا لبعاظنا شوي تون شوفوا لإحنا محلال نجم التعاشر ومغير مشاكل بما أنك تحكي على تونس كانت تحكينا على التجربة اللي تقوم بها أنت بخلاف تجربة التنشيط عندك تجربة أخرى تجربة من زلد كمالتها هي في نطاق برنامج تابع وزارة المرأة البرنامج اسمه بأولادنا نحمي بلادنا دونك أنا خاطروني مبين ثين وعشرين كوتش وكون عنا مهمة كل جمعة كل واحد يمشي الجهة يتلهب مجموعة من الولدات الزغار ويكوتشيهم وذي بدرة طيبة حلوة ياسر هي أول مرة تصير وإن شاء الله يتواصل البرنامج خاطر الحق النتائج واضحة أنا قاعد ثلاثة شهور نمشي ونجي الفوسانة اللي هو قرية صغيرة بين جبل الشعامبي وجبل سمامة عندي ببقين سنتين متاع ولدات الزغار وكل جمعتين خاطر مجمشي نمشي كل جمعة دون كل جمعتين كنت نمشي بحديهم كنت نستعمل في في أدوات مسرحية بش نعوانهم إنهم ياخدوا ثقة في رواحهم ويكونوا واعين بالقيمة بتاحهم سيخطون بلغ لهم كحتى حد من نجيم يتحكم في مستقبلهم إنهم هما يصومات خدهم عدينا ثلاثة شهور ممتازين على اللخة جزت للنكتة معنا نهارت لخراني اللي أنا مراوح قاعدولي على الكره بساعة قاعدولي مكش مراوح وبعد رقدولي في الكياس كثير ما تعلقوا بيك مراوح لا لا قصد حب كبيرة ياسر عندي مع الولدات وكهو تحية تونس موفق يا حمدي حدا يعطيك الصحة اللي جيت بحثينا في أوازيسة فهم كيف كيف معز ويسرة يعطيكم الصحة الناس الكل اللي كنتوا تسمع فينا إن شاء الله ديما تسمع أوازيسة فهم خاصة في سهرية السبت من تسعة النص الليل ما بقى لي كمش نودعكم الناس الكل أنا ما بقى لي كمش نودعكم وقولكم نتلقى بكم السبت الجاي إن شاء الله على نفس الموجات موجات وازيسة فهم زياد غرسة يغنينا عزيز قلبك ما صابني بعد أن أجل تعطيها يا للا وتسمع زيادة السيدة نعمة هو يما عشير يما صبح على خير نسكن جو رمضان أخبار اللجوم الفناني نجوم الدراما التونسية بيش يكونوا حاضرين معنا في وازيسة فهم سن معك التصوير